بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أعزائي المتابعين الصفحة السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الشاق قدر 116 الليلة اخترت كلهم في محوارين اثنين الأول منهم هو موضوع الاعتقال وسيجن المناضل أحمد هوب العبيد الله والثاني هو موضوع موضوع الحوار مع قدر مؤلمنا الترصاف اللي ما هو بالقرب وموضوع سجن الشاب احمد هوب العبيد الله تعسفيا بدون أي مصور قانوني لأنه حتى قاضي التحقيق من النجاب له مكبل حسب اللي قال المحامي على أنه حاضر له على أنه وبخ الأفراد من الجايبين وقال له علاش قال لهم علاش تكبلوه هو حدا نسجين رأي والله الأولى عن يا الله يعرف قاضي التحقيق ويعرف أي قاضي ثاني ويعرف رئيس الدولة ويعرف مدير الأمن ويعرف جميع الأجهزة لأن الرأي ما عنده عقوبة سجنية في العالم كامل يكون في كوريا الشمالية وموريتان اليوم ما خالق حدا بدني قد يقرر له قاضي تحقيق على أنه سجين رأي لأن الرأي هو تعبير وحق من أقدس الحقوق الدستورية الموجودة في جميع دساتير العالم يا قير هذه سقطت سهوا ولا نعرف الحكم اللي لي كيف الصبح القاضي في كلمة صاقعتك والله كلمة خريج جلي شنه الحكم اللي لي كيف لها لها ما عنده تفسير والله المحتوى كامل إلا كذا المحتوى اللي نقوله إحنا كامل حالا هي مجرد نصيحة ونصيحة ما اللي ما قد ما مقصود منها تذلل ولا تشفوا على رقاش ولا فصل فيه ولا أي شيء يسوى وشن هو عفوا إنما مقصود منها موريتاني ووجه الله سبحانه وتعالى الشباب الموريتاني هذا الشاب يا الله تدعموه ويا الله تأذروه ويا الله تحسوه على أن نمثلكم باللي ما قال شيء خاسر قالوا بطريقته هو لهجته هو المناطقية اللي لهجته هو المحلية اللي هي لغته وطريقته هذا من مدة حجلة بيقلع أبوك ما زينك ويقلع أبوك ما أغلاك وبالتالي لسقطه فهم كلمات لا حد يعرف عموري تاني عنا كلها عنده طريقته فيها اللي كلامه وحرش وفيها اللي كلامه متكايس وفيها اللي عركه وحرش من ينفضك تقرع لها كل حيط معه قاس بيش اللي هو عركه ذنب توتوف فهذا حد يتقبله ويفهم اللي على أنه يستاهله في نفس الوقت وهو يلعد وازع له ومحفز له على أنه يعدل ويقير مهون على أنه يعود يجبر ويحاول يخترع شي من الأمور يكبت بيهم على الشعب الموريتان وعلى الشباب بيلي اليوم أنا تعال وانقاللي فلان لفلان وراعين نتكلم معروف أنا منين ويتكلم واحد أخر ومعروف هو فمين من الموريتان ومعروف ذاك الأخر فمين من العالم ومعروف عنه ذا الكلام له هو منسوب له مني تمو ماشي دا المشي لي عقب يعود ينقلكم شي من الكلام ويعدلكم شمن التصرفات ما تعرفوا ذي المعدل هو منهم بكم لي تضطروا الشباب على انه يبدأ ينخرط في شيء قالوا التنظيمات السرية وناصحكم عنكم طرى تراجعوا تاريخ التنظيمات السرية وهذا ما هو دابت ما هو تهديد هذه مجرد قراءة الواقع سبقتنا به الامم وانهارت الامم بسببه وانهاروا الانظمة وتقيرت ولاي انه انهارت الامم ما بدنه وفي ياسر منه طرى اصلاحات في الامم من فسل اللي اللي يخلق ذيها لا تحكوا مده على تجربوها في ذا ذا اللي عليكم من الدور وعليكم المسؤوليات عدلوه والاخر خلوا منه هامش للناس تتكلم وتعبر لعاد الرئيس مصرمك وذنيه ولا بيصنة لذا والله ما هو مخلي يلحقوا انتم من نفسكم لكن لا يلحقوا وما لي تعود كتا اخبار اللي كيف قال له اخبار والعبد العزيز ولين دارفه المد اللي لا يعقب يجي الموريتاني تم يتبوسوا ذا الموس ما يسلك منكم حد بدن يسوهوا منه فا اعطوا الموريتانيين العافية واعطوا للشباب العافية وحاولوا تقوموا مسؤولياتكم وتقوموا بدوركم فباط الشباب من نفسه وطالب منه عنه يدعم ذا الشاب ده هو ولو ما هو فاصل فيه احنا عندنا منين واحد يشي مأسارك ويعود كان محبوس تلقى له الناس بالنحاير ومنين اللي يطلع والله يعينه هو سلارقي ليعود ولا مشروع لسلارقي ولا مطلع بغير وجه حق ولا غير استحقاق يجوه انحاير ويكبر والله اللي علينا نحن نكبروا ذا الواقع جذهم ونعاونهم ونحسوهم بعدم الاختراب ونحسوهم بعدم عن الدنيا خلات وراهم والله عدم عن قلهم شيء فاللي كان الموجود يا الله يعدى لك جسد ويعاون بيه واللي كان موجود يا الله يستنكر ويا الله يوقف ويا الله يوقف ويندد بذالحال اللي ذا والخارق هذا الشاب لذا وبيه اللي جاي عليكم كاملين والله ما لي العقوبة شيء عنكم ليتسكتوا كاملين وخلوها كيف تاللي قال لكم اه والقلام نهار وذا في فريف وكان اللي سمعت له يقول الواحد مسوله قالوا انتم المناظرين وشي قالوا احنا ما تسالوا فينا النضار ولا تسالوا فينا المعارضة وينيتعد دورها واشيفنا ذاك كوا أنا بالناسبة والقلام قط اسمياني واسميتو والله باط شرت له وقال الله حاجة اللي عني ما منيني اسمعت فوكالو وذا حاجة اللي عنيك ساعة ما كنت متوظي ولكنت تعاق دنيا وتوف والله قررت عني له نرجعني عليك السميه عليك هي كيف سلا توورا القذافي كيف شيمة ديور كابوس فناظروا فنقولو عنكم ما كنتم أخير مثل ولكتلتك اللي تنتماره سياسيا وفي ذا نوع من المسألة في النضال وفي ذا نوع من المسألة ذا هو اللي يثبت التجربة على أنه نفاق وكذب وقدر وتراجع عن أي تعاهد والتزام عددته مع حد ذاني والتالي منه التراجع عن الالتزام على الله سبحانه وتعالى ومصالي وراء القذاب قلت عنك صلاتك ما عدلتها وأنك ما نقاصد به شيء وأنك ما كنت عاقد الهنية والله هي صلات وراء راجم المسلمين وقال للهات خليت تتخطأ يقير ذا النوع منهن يقعد فعلوه قلقاش ما عند حد في شيء والله دموع الفيافي الأحمر اللي يباط دموع شوينين ولا هن في بلدهم فلاك النوع من الكذب اللي تكذبه على الناس بالبكي شوين وبديميع وما عرفوا شوين فهمت قول الرجال ولا تبكي الرجال تمام ما تعرفوهم ولا قطة بشيتهم كلهم منين يصار بك بطرش يمشي وصفه فهو تعامي يقولك أنا كنت مناضل وأنا قطة انطرشت مشي قراص الناس اللي كلها يوطفهم بولت ونين يعود يفوق دم والله كلها يبططوا جريد ونين يفوت الشهرة على الشهرة مدومة محمار والله العليات اللي يردح فيهم وتكيف بلهم قاعدك سابع عود خالق لك ضركة يا ذي الخالق والله تقوله فوالله لا هي شيء يشرف ولا عندكم مرشيف يقرر ولا عندكم شيء تنتبعوا بياك يخرصوا لقاش كامل مجرد خذلان وفضائح لا انت ولا الكتلة اللي ينتميلها ولا ياسر من الكتلة الثانيات اليوم قاعدين انهم يحاوروا فلا يشبه حد بذلك ولا تنعتوه للناس اللي ضعيفة اللي ما رقم منكم ما رواقيش النضال عنده أدواته وعنده رجالته فالموضوع الاساسي من ذا المحور عنه دعم ذا الشاب اللي ذا هو من قبل جميع الشباب واستنكار ذا الواقع له والوقوف معاه هو إذ كان وحياء الأول بوادر علنكم فيكم حد صامت ولاه قابل يساوم في حقه اللي هو التعبير ولا حقه في الرأي اللي كيف قال قاضي التحقيق انه سجين رأي كافي من الفضائح انها تعود دولة فيها حد ينقالب سجين رأي كافي من الفضائح انها تعود دولة فيها حد محكوم على كلمة رأي وهي يحاجج بها في جميع المحافر الدولية ونحن نحاجج بها روصلنا قدام حكومتنا وقدام أدواتها اللي تحل في ذا نوع من الأعمال فلا تبسوا الناس على انهم يوحلو لكم في شهر خامدة ونتوا كيف قدت لكم؟ انه السماك وماوك اللي لا يطلع فيها نجم ذنبته وهو حق بانه انه يقدر وانه ينعي على ذكره وانه ينعي على شأنه ولا الناس الاخرى اللي عندها حساسية منها تنتقد والله ان قال له شي لا تعود في الدور اللي اشرفوا خلقي الله محمد صلى الله عليه وسلم من نجا عبدالله بن مكتوم ولا كان صايب له وفد ذاني فاوض ومن كفاق ورش دورهم يدخل الدين عاتبوا فيه الله سبحانه وتعالى من نزل تعبسه وتولى إن جاهه لعمه فلا يختر مخلوق ذاني إلى عاد الص فقط عمر بنه عبدالعزيز ولا عمر بنه الخطاب وراذاك في صانيعه في الهل وفي صانيعه في وطنه وفي الاحرى ذا الحال اللي موجودة فيه موريتان يعني لا ينبلغ الرقاج ولا يشك عنه ورق جل من الناس ثانية ولا انه قد يلحكوا ما يلحق الناس ثانية ولا ما يلحقوا عنها ليلحق الناس ثانية فهو حق عليكم عليكم ما دام ينقال لكم يخلو له كوة ينقال لكم وتسمعوا بهم ان عقبوا تبوسوا الناس على شيء ثانية كيف قدوا لكم ارجعوه لتاريخه الحركات السرية واللي وينتج عنها من أوضاع خالجة عن السيطرة تماما اللي لقد أدى له لقاش تصرف ما معروف ذا المعدل من هو وإلى نزرك شي وانكتب ما معروف ذا المعدل من هو وإلى خلق ما اللي شف قلت له من ما معروف من هو واتم وتبوسوا عليه شعبكم ولكن ما خيرا من اللي اللي يتولى بها المدامي قادة تعتنع له عشر أو الخمسطعش منه رفادة لمواسما هالي تعتنع له على عشرات الالاف من الشباب اللي مخضوم ومقبون حقه في وطنه فهذه قبضوها بوزيتيفية مجرد نصيحة مجرد دعوة لكم عنكم تقرأوا التاريخ تقرأوا تاريخ الأمم المعاصر وشنه اللي حافظة الإنفلات وشنه اللي حافظة الضياع اللي خلق لها وشنه اللي خلق دارك في سوريا وشنه اللي خلقه في مصر وفي تونس ويدول كاملة حضر مكم وتوما تحبوا لسير العالة في حضارتها فإذا عدتوا تتاعظوا تتاعظوا وإذا عدتوا تبقوا ما يتقيسوا في شعب الموريتاني لذا نوع من القمع وذا نوع من الاذلال وذا نوع من الاحتقار الميدان يح ميدان قالوا الناس دور لا تعقبوا تحر بوارعيكم في ذاك فبعط هالمحوار اخترت نعرج نعرج عليه وننتقل لشور المحوار الثاني المتعلق بالحوار هذه الأيام الشيخ المشاهدين عمر المختار رحمة الله عليه منينا لقوا عليه لقابض ديك الساعة طلب الجنرال قارسياني اللي هو القائد العسكري والحاكم العسكري لقليم ليبيا حسب وجهة نظر المستعمل الإيطالي والحكومة الفاشية عنه يجابل بكتبه وبعد ياسم المقريات عراضهم على عمر المختار إياك ما يعدم وأنه يطلب من الثوار لأنه يوقفوا وأنه يسلموا سلحتهم وأنه لي يعطيه بعض من الامتيازات وليخليه ما كتلوه ورفضوا عمر المختار قبض قارسياني ووخض عملة رومانية قديمة مصدية ودار رفيد عمر المختار وقالوا وهذه العملة قالوا إجبرناها في ليبيا إدوري نعتك دلالة على هذه من أمجاد الامبراطورية الرومانية في ليبيا وأنها كانت ليبيا تابعة لهم أصلا وقال له عمر المختار كلمة بسيطة جدا وواضحة وعميقة قالوا عملتكم كأمجادكم ليست خالدة لكني على يقين أنك لا تستطيع أن تشتري الكثير بهذه العملة في هذه الأيام والقرض من الاستشهاد هون هو للقزواني من ينقبض ذي العملة المصدية حالا في موريتان يدور يذبت للشعب الموريتاني عنه والله نظام للقزواني بل لا صح لأن الرجل بالنسبة لي قايب هو من نفسه يدور ينعته الموريتاني عن فهم حوار وينعته المجتمع الدولي عنه حتى المجتمع الدولي الموريتاني يعرف عنها عملة مصدية وينها ما تقدر تشري ياسف ذو الأيام ولا تقدر تخدر ضمير الشعب الموريتاني ولا تخدر طموحاته بأنه تم عوّل عليهم في شيء سوى وشن هو الله يرحم عمر المختار فهون هون رواية نختارنا هو تساول بسيط وتساول قدعو تساذج منيانا قاعد رفت الحوار رفت الحوار شن هي الحوار كان أجدر به يعود عنده مشي والقزواني للسلطة ورع عشر سنوات من التأزوم والمشاكل مع المعارضة ما هو تعياط لك كل واحده يلتف على ذاك اللي يلتف عليه والله ينقاله ذاك اللي ينقاله كان يخلق حوار شام الحوار وطني هدأ الوضع ونعود يخلق يشراكم هما في الحكومة يعرفوا بعد قاعدة ضبرة من السنوات كامل علاش له يعقب ومنين بتقدم به الدنيا والله لذي المرحلة ذاكو را عامين ونص والله حكما عنه أكثر من نص المنضى لو لو فاتوا داخلين حالا في عقابها الحوار اليوم شن هو الجدوائية من الناس اللي مختصة المسؤولة المكلفة من الشعب في القيام على أمور ومطروحينها جميع الأدوات وعندها الاقتصاد وعندها الأدوات اللي تعدل بهم وعندهم الخبارات والمستشارين من اللي قاعد مع مده ذانية لا خبرات لها فيه ولا عندها فيش يسوه شن هو شن هو الهدف من ذا الحوار هون هو حوار عقيم لا فائدة من توا ما عندكم واضع متأزم حالا المواهرات قايمين في كل بلد والمشاكل قايمين والدورة تعيطوا لدك وتعيطوا لدك تجيبوهم وياك يسكنوا عنكم الناس ويسكتوهم هذا اللي اللي مشكلة المصيبة اليوم عن الشعب المرتن اللي يعاني منه مايرواية في الشارع يعاني منه رواية في نقر ديار وهو من فسالية الفقر والجوع وقلت لمنه وجهل تركتو مايرواية ذات خاضلها بياللي منيفوتي وخاضلها ما تليت انتم منافعين فيه ولا نافعكم في ديار كتان اشار داخبار وضارك بعض بشكل اساسي انا بالنسبة لكتوية تعيطولهم فهم واحدين قدوا يفيدوكم في ديار الحوار نتعودوا لابد داركم تتخلوا عن مسؤولياتكم اللي انتخبكم اللي هم الشعب وتتخلوا عن مسؤولياتكم اللي موجودين لهم الخبراء والموجودين لهم الناس اللي تقدر تنظر فيهم والتقدر تطرح لهم حلول عندكم موجودة فهم في الحكومة المرتنة وتخلص ومستشارين ومكلفين ومهمات وغير وغير يعني قضية امنية بنيتعودوا لابدلك من حد ما هم منهل من نفسه تسولوا اقبضوا ببابا حمار النار وقبضوا بارك تورنفيس على الاقل هذو مجرمين عارقين اصلا كانوا ولو الاعادوا تابوا عندهم خبراء بساري بالاجرام يقدروا فيدوكم بنيتعودوا لاخبار لانحلال الخلق اللي موجود حالا والحلال الخلق اللي موجود حالا على الشبكة وعلى النت انا بالنسبة لي قدروا صاحب تواصل اللي هو صاحب اي حال على المعارضة وهو هو اللي يمثل المعارضة كاملة بتكاركيبته قد يفيدكم هذي الشان الخاطمة ذاك ما عنده علاقة بالموضوع لذا هو حد يدوري عدل حوار لسلاح وضع اه تعليمي يحوز على الاساتذة يحوز على المعلمين ويحوز على المناهج حد يدوري حالي عدل اخبار للاقتصاد الاخر يحوز على الصيد ويحوز على الاليات ويحوز على افكار المرحوم باي بيخة اللي كان يقول لكم اللي هو توطين الانسان في مصادر الثروة في مناطق الفلاحة وتوطين الناس فيها ولين قال لهم هذي ارضها الفلان ولا ارضها الفلان اللي يحرث الارض لو ولين قال لهم هذا البحر وهذا مملوك للشركة الفلانية وهذا مملوك للشركة الفلانية تسكن الناس على البحر كيف قال لكم شي باي بيخة رحمة الله عليه يقير اكثر وكانتوا داولوا على انه نكت وهو اللي تعقب وتحلبوا فيها رأيكم يوم ما به اللي هذا تنظيم على أرقى مستوى يقد يخلق ليه تأهموا الثروة ليه تبوسوا ذلك اللي عندكم قرية من 80 ألف شاب مهملين وفي شيء من الخلوات وتازي أستغر في ذهبكم تعطيكم منه ثلاثة قرامات يوميا قناة السويس رأي لكم بالمناسبة اللي من أعظم الحفريات اللي قد خلقت في التاريخ المعاصر معدلها الخدوة إسماعيل اللي بأيدين المصريين من الفاس مجاهرين اللي بأيدين ولكي اللي عدوه إذا ذهبارك جاهرين اللي بطط ما فيها آليات ولا فيهش في جهر هلاب آلاف من المصريين جاءوا جاهروهين خلطوا البحار على البحار فبدلا من تستثمروا ذلك وتستثمروا ذلك الطاقة اللي موجودة عندكم حالا معيطين حوار للمعارضة حتى حالا ما عندكم تنازلات معدينهم للمعارضة لعندكم شعاطينهم ما هو شيء إخبار لعادة حوار مع فيويتات قبل تعيطوا وقعوا لصوماريا وقعوا وتعادلوا معها حوار هاي الناس اللي كانت تنازل واللي تقول الدولة كانت فاسدة والدولة فيها الرشوة أنا منستقبل جدا عن مسؤول عنده مليار من لقياس سرق من نوع وكان يخلص مئة الف يغلعات عنده فيويت وعنده وذلك واطحة نصرق هذا الوخل كان يقاوم من بدايته وينازل ويعيط ويطير وينزل ولا عنده خمسة ولا عنده ما بيته ليلتين لش راكبه فيويت شم صفه الفويتات صف من فيويتاته أربعين مليون أربعين مليون واقفين في صف واحد هاي قالها مقابل معارضة الليبان ومعارضة الكروش ومعارضة منيليق النية والش عيدة Мوريان egyet에 بثل الشعب الموريتاني كيف قلت لكم عنكم ليطرقبوطبوسو والشباب اللي هوا اللي تميتوا واحدين في ذا نوع من التضييق وذا نوع من التعذيب علان ما تلاعد فيم تراهم بين الموريتانيين بين اللي كانت التعذيب لنده نهارات واعدل شباب ركيز والي وعدل واحد منهم يبططع لله فعاد يفوق دم هذا يدل علينا ما تلات فم تراحهم بين الشعب الموريتاني من نفسه. وعقوبته عنه ردة الفعله يتعقب تعود لها من جنس العامل المعدل لا رواقش من نفسهم. وليتعقب تعودوا داخلهم في رواية ثانية ما لكم أخير اللي يتخلها ولا لكم أخير اللي عنده هالشي. خلوا عنكم للشعب اللي هو تحاولوا تصلحوا ذا الوضع اللي موجود. تعيطوا للناس اللي عندها افكار تعيطوا للناس اللي عندها اشي تقدر تعدوا لكم من ظروة موريتانهم واللي ما هم من البناكم التومة. وتنفذوا على ارض الواقع. تشقلوا به الشباب وتصلحوا به المناهج وتصلحوا به التعليم وتردوا به الاعتبار للمعلمين والاساتذة. قد صلحوا به الصحة. قد صلحوا به جميع القطاعات اللي موجودة عندكم. ما دواها كي تخبار اللي سمعت ولا نعرف. حقها من كذب هاي العادة حق. فهي ما هي مستقربة فعلا في هذه الظرفة اللي نحن فيه موريتان. يقير تبعاتها اللي اهمال الشعب الموريتاني و اهمال كوادر و اهمال الناس المتعلمة فيه. او الطيارين اللي معدلين اضراب في الموريتاني للطيران. سمعت عنهم تم فصل منهم خمسة وعشرين من اصل اذل هذين اه. وان اه مدير الشركة قالوا عنه اللي يجيب قاعد في بلدهم خبرة اجنبية هون منهم هما. ما يفهم اينشتاين الزمان اللي اللي مقاعدين وفهم. عن مليون يخلصوا مواطن موريتاني. عنه تم ابرك من الى جاب حد في بلو بخمسمائة الفوقية بنص القيمة. الى خمسمائة الف ليتمرق موريتاني ذاك الوقت ما هي الموريتان. ولا يباقي فيه ومليون. الى قبضه موريتاني يباقي فيه. وهذا خبرة وطنية ومكلف على قرايته متكلفين عليها اهلو. اياك يعود في ذلك المستوى لذا هو ويجي اياك اشتقال في وطنه. فما نعرض لطريقة لتحسوية شنين ولا لا تسوية وضعية. ما كانت قدتوا سوى واحد كلها عاتشاق عنه امبراطور وتوف. كلها من يتكلم حد في دارته. لانهارات التعليم اللي كنترال لا يعدوا جدد مع الناس اللي 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 عقدويين. ذا اللي اللي اعلن انهم اه ما عندهم حق انهم يشكوا ورذا يلوفوا عقودهم. والله ايش. دجاه حقك ساقط سلفا. عموما. خلوكم في ذا الواحدين فيه. وتموا لا ماشيين عليه وعرفوا عنكم ديه تديروا موريتاني في حزة ما ساوي أحد ما كنتم أساويينها ولا ساوي أحد أخر عنها تنقبله باللي ضياع الشعب الموريتاني وضياع حقوقه وضياع أمنه وضياع وحدته وضياع ذا كان اللي فيه هؤلاء اللي تقودوهم عن طريق تجويع الشعب وعن طريق إحساسه باحتقاره هو من نفسه وعن طريق إحساسه بعدم قيمته وإحساسه حتى بقدرته على التعبير عن شي الناس كانت قاعدوا إلى زمن معاوية تقول فيه النكت وتجواغ فيه وتجواغ كانت فعلي يا رحمه وتجواغ في الشيخ عبدالله يا رحمه وتجواغ في العبد العزيز قاعد يكانوا ما كان أكثر هيلة ما منكم بتموا أكثر سطوا وأكثر خوف منه فالعقوة باطلة ليتعود النتائج الخسار ما تستحقوها ما تستحقوها لأن الموريتاني ما أي شي فيها ما يستحق أن يخسروا الرجاج من أفضل هيلة فالأحرى واحدين من عامية الناس اللي ما بيتعادلش الموريتاني ما زاد عندكم فرصة تراجعوا فيها أموركم وتضبطوا فيها وضعيت الشعب لذا هو والأخبار واللي مساكن سمعت عنهم لي وعدوا الفقراء وإنشاء أول مدينة للفقراء وأنه رأتي تحصوا الفقراء يحصواهم واحدين معادين محملة في الراديو والتلفزة والعياط وقابضين الوتات وقابضين تير رحمه ثم أهوان عليكم تحصوا الأقنية في موريتان والباقي كامل الفقراء هي 4 ملايين حسبوا اللي فيها من الأقنية اللي تجبروها ألف ألفين أذر التلاف الأخر كامل اعتبروه فقراء أنا أهوان عليكم حسبت ذا اللي موجود من البطارين عندكم ومن المستنفعين منكم منكم تحسبوا فقراء موريتان إغارتموا دائما تخرصوا للخاويات اللي بيكم تعرفوا عنكم كدروا تحسبواهم وقالوا ما يمارقابش بكم ثم ما يكمعدين لهم شي أخبار المدينة اللي يتعدل بتعانها هي مدينة للفقاراء لك ما تعود أول مدينة للإفقار للمصيبة ما هي في مدينة تعدل فيه 100 وحدة سكني ولا 50 ولا 20 وحدة سكني ولا أظنكم قائع Lego في الندقى نعمل أرقار المصيبة عنذه المدينة الدوري فيها المكلفة مليون من ل quedية ليتحسب 100 مليون من ل quedية هذا هي المصيبة وهي الفضيحة كيف تكيفت قرياش كيف تكيفت المقاسل كيف تكيفت الموحول فيه كامر فهذا أمور لا ترجع لكم وليت أرجع لكم ولي يوم ما وقريب ما هنو يوم ما ذيكم ولي نقولها لكم دائرها بين قوسين وانها يوم افتراضي هذا قريب جايكم جايكم موريتاني ما تلاهو قابلين ذا اللي واحلين لهم فيه والشباب ماهو قابل ذا اللي موحول فيه صلحوا الحال احنا معاكم وتحتكم ما صلحتوا الحال شعب فوقكم وبلاجبي ما نافعكم وملي فيهش يسوه هو شنهو لذي مرقلكم ليد مرقى ما تدخل منه ليد المخلوق وراداك وهذا ما هو مصلحتكم تون له مصلحت موريتان راجع عند رسالة تعود واصلت وراجع ان شاء الله لنكم تطلقوا صراح احمدها والعبيد الله وراجع لنكم تعرفوا عن الرموز اللي خارقينه موريتان القدسية الدينية والرموز المتوحدة تحتهم موريتاني كامل اللي هي الراية والنشيد حكم عنه رواية مصادقة لهم الشعب الموريتاني كامل وعادة رواية دستورية عليه وتقدموا اللي رأيكم بالمناسبة الكرامزية لا تطير في أي وقت وتقير مرة اخرى كيف تلي وعدل النشيد لول وكيف تلي وعدل ذاك لول وما قاعد لعادة لأخبار الدين رأي فيه قاعد الواحلين انتم وفيه تعقب طيرهم يعقول لدمية به اللي اكبر نماذج له كيف قدتلكم واكبر ممثلين وذا هو هذا الواحلين فيه فالله يلطف ويستر وراجع ان شاء الله عند الرسالة توصل وانها تنفهم والسلام عليكم ورحمة الله وإلى حلقة قادمة من برنامج الشقة 116 شكرا للمشاهدة